اشتركوا في القناة قريبا المتعلقة بالميدان الأول الظواهر كهربائية نبدأ بالتمنين أول على بركة الله الشكل المقابل يمثل دارة كهربائية بالرموز النظامية إذن لدينا شكل يمثل ماذا دارة كهربائية باستعمال مجموعة من الرموز النظامية أولا ما نوع الربط في الدارة أبنائي ركزوا جيدا في هذه الدارة يوجد نوعين من الربط يوجد ربط على التفرع وربط على التسلسل وكذلك مع المحرك إذن ماذا أو كيف يسمى هذا النوع من الربط إذن يسمى الربط المختلط معناه فيه تسلسل وتفرع في آل واحد إذن يسمى الربط المختلط إذن سأقوم بالحل على هذه الورقة التمنين الأول السؤال رقم واحد نوع الربط في الدارة ربط مختلط جيد السؤال الثاني سمي العناصر واحد واثنان وثلاثة أسأل العنصر رقم واحد كيف يسمى يسمى قاطعة بسيطة مفتوحة راهي مفتوحة أبنائي إذن العنصر رقم واحد إذن سؤال اثنان العنصر واحد طريقة الإجابة تكون فيما هاك إذن قاطعة بسيطة لا خطينا نوع آخر من القاطعة سنتكلم عنها في الوضع الإثماجية إذن مفتوحة ضروري نكتب إن كانت مفتوحة أو مغلقة العنصر اثنان الآن إذن كيف يسمى مولد كهربائي أو عامود كهربائي أو بطارية أي تسمية معناها مقبولة إذن عامود كهربائي أو مولد كهربائي أو بطارية كل التسميات مقبولة العنصر رقم الثلاثة الآن دائرة في وسطها موتار أو محرك إذن ثلاثة محرك ولكن كهربائي لأنه عنصر كهربائي واضح والعنصر المكتوب فيه الواحد والاثنان والثلاثة إذن هو مصباحة ضائرة فوسطها العلمة اكس أو العلمة فيه ثلاثة ما نوع الربط بين المصباحين الواحد والاثنان ما بين المصباحين الواحد والاثنان ما نوع الربط نلاحظ أنهما على التسلسل إذن الواحد والاثنان ربط على التسلسل إذن سؤال ثلاثة إذن المصباحين الواحد والاثنان مربوطين على التسلسل الآن ما نوع الربط بين المصباحين ركزوا أو بين المصابيح هنا خطأ مطبعي الواحد والإثنان معناه معا والثلاثة ركزوا رحمدين لكم أقوى سهنة هيا إذن ما بين المصابيح الواحد والإثنان والثلاثة معناه ما بين هذا الزوج وهذا المصباح ما نوع الربط هنا إذن ربط على التفرع رح واضح إذن إذن سؤال الرقم أربعة نوع الربط بين المصابيح أو ما بين المصباحين نعم المصباحين آل واحد وآل اثنان والمصباح آل ثلاثة ربط على التفرع معناه ما بين آل واحد وآل اثنان معناه معا آل واحد وآل اثنان والمصباح آل ثلاثة لوحده معناه لي رح في الأسفل إذن راح يتكلم كم أخاكم إذن هذا الربط على التفرع ما بين المصباح الواحد والإثنان ربط على التسلسل ما بين المصباحين الواحد والإثنان والمصباح الثلاثة ربط على التفرع السؤال الخامس والأخير من الثمين الأول إذا إطلاف المصباح الاثنان معنى هذا المصباح إذا أتلف ماذا يحدث للمصباحين الواحد والثلاثة إذا ركزوا جيدا إذا أتلف المصباح الاثنان المربوط على التسلسل مع المصباح الواحد سينطفئ المصباح الواحد لأنه فرط على التسلسل نقول أنه إذا انطفأ أو احترق مصباح فإن الثاني سينطفئ معه سينطفئ لا نقول يحترق نقول ينطفئ أما المصباح الثلاثة يبقى متواهج أنه مربوط على التفرع إذن خامسا المصباح ماذا؟ آل واحد ينطفئ بينما المصباح الثلاثة يبقى متواهج إذن فرط على التفرع المصباح يبقى متواهج بالرغم من انطفاء الآخر واضح؟ الآن ننتقل إلى ثماني ثاني يمثل الشكل المقابل مخططا لدارة كهربائية بسيطة تسمح بمعرفة الأجسام الناقلة والأجسام العازلة للكهرباء إذن هذا هو المخطط كما نروح الأبنائي لدينا مصباحة بطارية أو عمود كهربائي قاطعة راهم مفتوحة قبل ما نديروا التجربة لقلنا نخلقوها ولدينا الطرفين آوبي أو ماسكين أو معناها المهم أن الدارة مفتوحة هنا في الطرفين آوبي ووضع هنا وعائبه ماء مقطر ركزه راح فيه ماء مقطر إذن السؤال الأول ماذا يحدث عندك القاطعة؟ الآن لو نخلق القاطعة هنا أبنائي لو نخلق هذه القاطعة ماذا يحدث للمصباح أكيد؟ هما من يقول لكم ماذا يحدث مع نهره مع المصباح لدينا ماء مقطر هل ماء مقطر يقول تيار؟ لا إذن لا ينتقل التيار ما بين طرفين آوبي وبتالي لا يتوهج المصباح إذن ماذا يحدث عندك القاطعة؟ لا يحدث شيئة ولا نقول لا يتوهج المصباح ولا نقول لا يتوهج المصباح بكل بساطة اثنين نضيف كمية قليلة من ملح الطعام ونرجه جيدا معناه هنا قد ندير ملح الطعام ونخلطه معناه الماء مقطر زائد ملح الآن ماذا يحدث عندك القاطعة؟ الآن في هذه الحالة لما نضيف الملح للماء المقطر يتوهج المصباح الكهربائي إذن يتوهج المصباح الكهربائي هنا ما قال لك شعلل؟ هو قال لك علل هنا شنقول له لأن الماء المقطر لا عازل كهربائي لا ينقل التيار كهربائي أما الماء المقطر زائد ملح يصبح ناقل للتيار كهربائي لأن الملح معناه من أن يعتبر أملح معدنية والماء المقطر يكون خالي من الأملح معدنية سيحنا نعرف بالأملح المعدنية هي التي تنقلنا التيار وبالتالي عندما نضيف الملح للماء المقطر يصبح ناقل للتيار الكهربائي لهذا يتوهج المصباح الكهربائي سؤال ثلاثة نضع الآن بين النقطتين أو وبي ما بين هذين النقطتين معناها نقلع ذا الوعاء ونندير الأجسام المبينة في هذا الجدول وأكمل الجدول بيتوهج لا يتوهج معناها المصباح وماذا نستنتش في كل حالة والإسنتاج نبدو بقطعة فضة لو نضعوا قطعة فضة هنا أبنائي لو نضعوا قطعة فضة ما بين الطرفين أو وبي الفضة جسم معدني كل المعادن ناقلة إذن المصباح يتوهج الإسنتاج الفضة ماذا نستنتج؟ أنها الفضة ناقل كهربائي نكتب ناقل كهربائي بكل بساطة لأن هذا الدرس يتعلق بالنواقل والعوازل ناقل كهربائي عز الكهربائي هذا هو الإسنتاج وإذا نكتبو له هنا نستنتج أن الفضة ناقل أو تنقل تيار كهربائي تسمح للتيار أن تمر عبرها مصطر بلاستيكية بلاستيك مباشرة لو نضعوا مصطر بلاستيكية هنا إذن لا يتوهج المصباح هذه الدارة تسمح بمعرفة الأجسام الناقلة والأجسام العازلة هذا هو الإسنتاج إذن بلاستيك عازل كهربائي أو مادة عزلة أو نكتب مادة عزلة مادة عزلة مادة ناقلة أي إسنتاج يقبله من طرف التنمية نتابع غرافيت الخاص بقلم الرصاص غرافيت قلم الرصاص الغرافيت الموجود داخل قلم الرصاص هنا هذا هو الغرافيت هل ينقل التيار أم لا؟ نعم إذن يتواهج المصباح هذا حفظه مولادية يتواهج المصباح وبالتالي ماذا نكتب هنا؟ ناقل كهربائي ينقل تيار كهربائي أو مادة ناقلة أو نكتب مادة بكل بساطة ناقلة هذا هو الاسنتاج خاص بالغرافيت الزجاج الآن لا يتوهج المصباح شيء معروف لا يتوهج المصباح إذن أو مباشرة نكتب لا يتوهج لا يتوهج يتوهج كما نطلب منه الاسنتاج الآن نستنتج أن الزجاج مادة عازلة أو نكتب عازل كهربائي ونكون بهذا قد أنهينا حل التمرين الثاني ننتقل الآن إلى الوضع الإذماجية ووضعية مهمة جدا ركزوا إذن أحضر والد علي كهربائي لإنشاء تركيبة كهربائية لرواق منزلهم معناه كما نقوله هنا الأول الجديد وبعد نهاية توصيل المصباحين بغير كمصباحين في الرواق قام الكهربائي بغلق القاطعة البسيطة رغم تكلموا على قاطعة البسيطة ركزوا لخط الشعلاء كنت تكلم على قاطعة من أخر قد تقول لي معناه نقوله في درس آخر قاع لقد تكلموا عليه سؤال الأخير في سؤال رقم ثلاثة فلاحظ أن إنارة المصباحين ضعيفة ثم نزع أحد المصباحين من غمده فشاهد عدم توهج مصباح ثاني هذين الملاحظتين شرحتهم لكم في الدروس بأن عندما نلاحظ أن إنارة مصباحين تكون ضعيفة في الربط في أحد أنواع الربط وعندنا أحد المصباحين ينطفئ الآخر إذن هذا الربط على التسلسل وهو غير صالح للمنازل بكل بساطة أبنائي إذن شاهد علي كل ما حدث معناه هذا والد علي لكان لجبل الكهربائي وعلي كان يلاحظ شاهد كل ما حدث فأراد أن يقنع ورده بأن هذه التركيبة لا تصلح للإنارة في المنازل أو في المنزل واحد في رأيك ما هو سبب اشتعال المصباحين بإنارة ضعيفة وضح ذلك بمخطط كهربائي مناسب بكل بساطة سبب اشتعال المصباحين بإنارة ضعيفة هو أن الربط أو قام الكهربائي بربط المصباحين على التسلسل إذن إجابة عن سؤال الأول الربط على التسلسل مباشرة عندما عندما تكتب له بأن الربط كان على التسلسل سيارك جبت المشكلة وإن كان إجابة تعقص هي 100% وضح ذلك بمخطط كهربائي مناسب أي نسمه لك دارة فيها مصباحين مربوطين على التسلسل باستعمال الدارة البسيطة لتعلمت أنتها ولدي ولدي وبنتي إذن شان نسمه أولا بطارية أو مولد معناها أنت ما تنجب ترسم لها الدارة الحقيقية على المزيد معناها إلي قد ترسم لها الدارة اللي تعلمتها في القسم مع الأستاذ إذن ثم قاطعة باسية تاندرها مغلقة لا بأس ثم مصباحين مربوطين على ماذا استعمال مصطرة ضروري في رسم الدارة كهربائية بدون مصطرة لنقصك الأستاذ إذن المصباح الأول ضائرة في وسطها إكس المصباح الثاني ضائرة في وسطها إكس ثم نقوم بغلقة دارة الكهربائية هكذا إذن هذه هي الدارة فيها مصباحين مربوطين على التسلسل الواحد لومب آن لومب دو الواحد والإثنان السؤال الثاني الآن ركزوا جيدا أبنائي ما هو الحل الذي تقترحه على أب علي والكهربائي حتى يصبح تواهج مصباحين بشكل جيد أو عادي مع توضيح ذلك أيضا بمخطط كهربائي مناسب إذن الحل دائما كيكون منكم الرط على تسلسل الحل أن معناه يقوم برط المصباحين على التفرع إذن سؤال الثاني الرط على التفرع بكل بساطة هو الحل الرط على التفرع لأنه هو الرط الصالح للمنازل ويكون فيه تواهج مصباحي عادي بشكل جيد إذن قال لك رسومني الضارة الضارة معناه بشكل بسيط نرسمه أيضا عمود كهربائي أو بطارية دائما باستعمال مصطارة قاطعة بسيطة مغلقة ثم نرسم المصباح رقم واحد هنا تبغي تكمل معناه الضارة متاحة ولا تبغي تزيد هنا مصباح مباشرة ويحتبر ربط على التفرع إذن هكذا مصباح ثاني إذن هذا هو الرط على التفرع أو يسمى ربط على التوازي معناه يكونوا متوازين العناصر تكون متوازية إذن هذا هو الحل هذا هو المشكل وهذا هو الحل السؤال الرقم ثلاثة أراد الأب أن يتحكم في إشتعال المصباحين من مكانين مختلفين هم غزرين لكم الكتابة هم غزرين لكم الكتابة هم غزرين لكم بالبند العريض باش تفهموا باش تفهموا بالليران بأن يشعر المصباحين من مكانين مختلفين وعننا دارة واحدة تمكنون من ذلك إشعر المصباح من مكانين مختلفين أي الذكي يقولها؟ سيقولتها في رسالكم؟ ممتاز السؤال الثلاثة اقترح على والد علي دارة كهربائية مناسبة لذلك ما هي الدارة المناسبة لإشعر المصباح من مكانين مختلفين؟ إذن دارة المناسبة هي دارة إذن دارة ذهاب وإياب أو تسمى هكذا ذهاب شرطة إياب نفس تسمية إذن دارة ذهاب وإياب نستعمل فيها قاطعة ذهاب وإياب فيها ثلاث مرابط تولي فيها هكذا ثلاث مرابط هذه القاطعة تولي فيها ثلاث مرابط وليس مربطين مثل القاطعة البسيطة هذه هي قاطعة ذهاب وإياب والدارة ثم دارة ذهاب وإياب هي الدارة التي نستعملها في الأروق وذلك الإشعر المصباح معناه من مكانين مختلفين من مكانين نشعله مصباح واحد نجمونا نشعله من هذا المكان ومن هذا المكان الآن أقول لك موضحا ذلك برسم المخطط النظامي لها إذن ركزوا معي جيدا الأبنائي سأقوم برسم دارة كهربائية من نوع ذهاب وإياب فيها مصباحين على التفرع سيقلنا تقررت على تسلسل غير صالح المنازل انتم ما تعلمتم في القسم مع الأستاذ رسم مصباح واحد مصباح واحد في دارة ذهاب وإياب الآن سنضيف له مصباح آخر على التفرع فقط إذن العمود كهربائي ثم هكذا نرسم الآن أبناء قاطعتين ذهب وإياب فيها في كل قاطعة ثلاث مرابط إذن الأول الثاني الثالث الأول الثاني الثالث ثم نقوم بالتوصيل ما بين هذين المربطين هكذا ثم نغلق القاطعة من أحد المرابط نغلقهم هكذا أو نغلق من هذه الجهة حتى المهم أن يكون المصباح متوحج ثم تعودتم وضع المصباح في هذا المكان هكذا أو في أي مكان آخر تريدون إذن هنا لدينا مصباح واحد بهذه الحالة نكون قد وضعنا مصباح واحد لو نريد إضافة مصباح ثاني على التسلسل أضعه هنا أو هنا أو في أي مكان أو هنا الآن أريد أن أضع مصباح آخر على التفرع التفرع هو التوازي معنى أضع مصباح هنا موازي للمصباح الأول ثم أقوم بربطه بهذه الطريقة هكذا شيء بسيط جدا أبنائي إذن هذا هو أو هذه هي ضارة ذهاب وإياب لإشعال مصباح أو مصباحين من مكانين مختلفين والمصباحان مربوطان على ماذا على التفرع أو على التوازي إذن وبهذا نكون قد أنهينا حل هذا الموضوع الشامل لكل الدروس أي سؤال أو سيفسال أعزائي تروحوا تحليقات الفيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته